45 عاما مرت على يوم الأرض الخالد ولا يزال الفلسطينيون في الداخل المحتال يحيون ذكر هذا اليوم في وجه سياسات الاحتلال العنصرية ضدهم وأبرزها مصادرة الأراضي عند أراضي المل في سخنين تقف ذاكرة الفلسطينيين لكنها لا تموت فكل حجر هنا يحكي قصة شهيد وجريح ومقاوم يحيي فلسطينيون داخل هذا العام الذكرى الخامسة والأربعين ليوم الأرض الخالد والذي يصادف اليوم الثلاثين من أذار والذي انتفض فيه الفلسطينيون عام ستة وسبعين ضد قرار مصادرة أراضي المل الواقعة بين مدينتي سخنين وعربط البطوف رافضين بشكل قاطع هذا القرار المجحف الذي ينتزع أراضيهم بغير حق اطلعنا احنا في مظاهرات وبدأت الاشتباكات مع القوات الصيونية فجريح ما جريح من عنا واستشهدوا من عنا ثلاثة في سخنين وتوسعت هاي النضالة توسعت وهذه المواجهات توسعت من سخنين العربي إلى دير حنة إلى تقريبا كل الوسط العربي في الداخل الفلسطيني خنص جندي متين متر الشهيد رجاء أبوريا كان بجانبنا ومش بساكم لمن بدي ينزف عمليا يعني دمه أمامنا بدنا سيارة إسعاف ما سمحناش بعد ساحة بعد ساعة عمليا يعني ايش أجد سيارة لأحد الأقارب إننا نقلنا لنهرية ولكن جثة هامدة في نفس الوقت يعني خضر خلالي كيف اللي حدث معه يعتدوا على معلمي يعني الجيش راح يحميها أطلقوا النار عليه عمليا من سفر يعتبر يوم الأرض حدثا مفصليا في تاريخ نضال الشعب الفلسطيني ليتوارثه الأبناء والأحفاد بتفاصيله وأحداثه حتى صار يشكل جزءا مهما من هويتهم الوطنية بفكر هذا التاريخ كثير كوّن هويتي وشو أنا اليوم وشو أنا بعرف أعرف عن حالي بأي طريقة وبأي مصطلحات أستخدم كمان عائلات الشهداء اللي ما بتبخل علينا بإننا تحكي قصتها ما بتبخل إننا تحكي التاريخ طبعنا وما بتخاف إننا تحكي الأرض هي روحي قلبي حياتي كل نفس بتنفسه الأرض الأرض هي لو لا الأرض هنا إحنا لو لا الأرض إحنا مش هون يا عمي هي الأرض كل شيء لو لا الأرض إحنا وإن؟ على شرف يوم الأرض الخالد قدمت داخل الفلسطيني المحتل ستة من أبنائه قد ارتقوا شهداء في كل من سخنين وعرابة وكفر كنا وعين شمس كما أصيب واعتقل المئات أنذاك وهم يناضلون من أجل الأرض وما زال هذا النضال مستمرا من مدينة سخنين الجليلية روزين عودي رؤيا